أجرى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حيث تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط واجدد الرئيس السيسي أدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم وأعرب عن التضامن الكامل مع سلطانة عمان في هذا الظرف وفي أطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف من جانبه ثمن السلطان هيثم بن طارق مواقف مصر الداعمة للسلطنة مشددا على قوة وعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطانة عمان وشعبيهم الشقيقين وحرص بلاده على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز بين البلدين في مختلف المجالات